اشتركوا في القناة وكان بطلها هو قابيل نجل نبي الله آدم عليه السلام وقام عليه بأبشع الجرائم وهي قتل أخيه هابيل الأمر الذي لم يتحمله الجبل وهو جماد وقعت الجريمة داخل مغارة في جبل قاسيون في دمشق بسوريا وسميت بعد تلك الواقعة مغارة الدم أو جبل الدم حيث تعود القصة عندما كانت أمنا حواء حامل وتنجب في كل بطن توأما من ذكر وأنثى وكان سيدنا آدم عليه السلام يزوج ذكر كل بطن بأنثى من بطن أخرى من أجل التناسل وكان محرما على أبناء البطن الواحدة الزواج ببعضهم البعض وكان مقررا أن يتزوج هابيل من أخت قابيل إلا أن قابيل رفض وأراد أن يتزوجها هو رغم أن ذلك محرم فطلب منهما سيدنا آدم أن يقدم قربانا لله سبحانه وتعالى ليحكم بينهم وبالفعل قدب هابيل وكان صاحب غنم أفضل أغنامه وأسمنها وأحسنها مخلصا لله بينما قدم قابيل وكان صاحب زرع أسوأ ما زرع ولم يكن مخلصا لله فيما قدم فتقبل الله من هابيل ولم يتقبل من قابيل ومنذ تلك اللحظة دب الحسد في قلب قابيل وأشعلت الغير قلبه وقرر قتل أخيه فضربه على رأسه بحجر فميت وبعد أن قتله عرف بشاعة الجرم الذي ارتكبه وظل يحتضن أخيه ولا يدري ماذا يفعل به فأرسل الله سبحانه وتعالى غرابين اقتتلا فمات أحدهما فحفر الآخر في الأرض ودفن الذي قتل ففعل قابيل مثل ما فعل الغراب ودفن أخاه هابيل أما عن الجبل فقيل أنه انشق لهول الجريمة التي رأيها وظهر ذلك على تضاريسه وظل يبكي حتى أن قطرات من الماء لا تزال تقطر منه حتى الآن منذ آلاف السنين ويقال كذلك أن أثار دم هابيل لا تزال موجودة عليه حتى الآن وقيل أيضا أن سبب تسمية دمشق بهذا الاسم يرجع إلى تلك الجريمة فلغوظة دمشق تتكون من شقين دم وشق هكذا يقول السوريون أي الدم الذي سيل والشق الذي حدث في الجبل اشتركوا في القناة